تحالف الفتح مستمر بالطعن لنتائج الانتخابات لدى المحكمة الاتحادية هل نتوقع أن يتم إلغاء نتائج الانتخابات العراقية؟ لا أعتقد أن النتائج سوف تلغى هذا أمر لن يحصل لأنه لم يحصل في السابق ولا توجد مبررات لمثل هذا الإلغاء الانتخابات جرت بشفافية وبنزاهة لم تتوفر في الانتخابات السابقة والتي قبلها والتي قبلها المعترضون يعرفون جيدا أن هذه الانتخابات هي انتخابات نزيهة وأنه لا يوجد تزوير كبير كما كان يحصل في السابق في الانتخابات السابقة التي لم يعترضوا عليها القصة وما فيها أنهم يصرون على المشاركة في الحكومة يصرون على البقاء رغم أن الشعب رفضهم وإن أعيدت الانتخابات فأنهم سوف يخسرون بشكل أكبر لأن هناك كثير من المقاطعين في الانتخابات السابقة وهؤلاء المقاطعون أدركوا أنهم كانوا على خطأ وأنهم سوف يشتركون بقوة وهؤلاء المقاطعون هم من جماهير تشرين ومن الشعب الذي رفض هذه القوة وسوف تكون الخسارة أكبر بالنسبة للمعترضين وأعتقد أن السيد العامري يعرف ذلك جيدا ولكنه يريد أن يشترك في الحكومة هم لا يريدون للصدر أن يبقى في المعارضة ولا يريدون أن ينفرد بالحكومة هذا مأزق بالنسبة لهم السيد الصدر غير مكترث بأن يبقى في الحكومة قال لهم أنني سأبقى في المعارضة شكل الحكومة وسوف أبقى في المعارضة لكنهم لا يريدونه في المعارضة لأنهم يعرفون أنه قوة جماهيرية كبيرة وهو ليس قوة ضعيفة حتى عسكريا لا يمكن أن يهزم لذلك المسألة وما فيها أنهم يريدون أن يضغطوا كي يحصلوا على مكاسب